قوقع تفتكروا ان الكون لما الشيطان يشقلبوا على بعضيها ان يحرك ساكن لله اذا عرش موضوع وعلى العرش جالس مين اللي جالس مش محتاج لحد يعرفه الله معروف دون تعريف الله واحد ما فيش غيره احنا لما بنعرف واحد بنحرف واحد غير معلوم لكن ده خالق الكون ده هو الكل في الكل ده هو الالف والياء ده هو البداية والنهاية فلما يجي يقولك على العرش جالس مين اللي جالس يا هو الله الخالق الضابط مقدرش ينطق باسمه لان اسمه معروف وكلمة جالس الله مش انسان يقف ويقعد لكن كلمة جالس يعني مستقر يعني مرتاح اجلس يعني ارتاح سدون قعد مرتاح اه رغم ان الضيقة جاية الرب يجلس في الطوفان الرب لا يتزعزع من اللي بيحصل في الكون اوقع تفتكروا ان الكون لما الشيطان يشقلبوا على بعضيها اني حرك ساكن لله لان ربنا عارف خططه وعارف اموره ومسك خيوط كل الامور في ايديه هو ضابط الكل عارف الكون ده عامل زي ايه زي مسرح العرايس بص للمسرح تلاقي العرايس بتعمل قصص وتتخانق وتتصالح وتعمل لكن اتار الخيوط مسكها واحد من فوق بيقول عنه الكتاب منزل الذي يقول فيكون والرب لم يأمر به مين دا اللي يقوله يحصل وربنا ما يكونش امر به وكانت جالس في المنظر شبه حجر اليشب ايه هو اليشب الشفاف ايه هو اليشب اللي احنا باللغة البلدي بنسميه كريستال كريستال يعني شفاف وكلمة شفاف يعني ما فيش اي لظل دوران ولا اي مادية ما فيوش مادة لما جيه عرف المسيح الله للمرأة السامرية قال له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا فهنا بيقولك شف حجر اليشب الشفاف الابيض والعقيق عقيق احمر ابيض رمز النقاء اليشب وعقيق احمر رمز الفداء يعني هو الي هينقينا وهو الي هيبدينا والعجيبة قوس قزح حول العرش خلي بالكم قوس قزح وكأن يحنى في سفر الرؤية بيذكر اول مساق عمل والله مع البشرية بعد الطفان قال الغضب هيروح خلاص مفيش مية هتنزل تاني لا اعود ان افعل ان ينزل الطوفان مرة اخرى وقال له هذا علامة بينه وبينكم لما تلو الغيوم مالة الجو الغيمة زي الزنوب الغلط محوط كغيمة اثامك لما تلو الغيوم مالة الجو تشوفوا القوس القزح ايه معنى كلمة قزح قزح يعني الوان الطيف السبعة الطيف ليه سبع الوان بيسموه قوس القزح عارفين القوس القزح ده ايه القميص اللي سمعوا يعقوب لابنه يوسف واحنا ترجمناه في اللغة العربية قميص ملون ملون يعني فيه الوان الطيف السبعة قوس القزح الوان الطيف السبعة لما نسأل يعقوب عملت القميص ده قال يوسف ليه قال ليه غلوة خاصة يعني لينا خصوصية عند الله رغم زنوبنا ورغم اسامنا ورغم اخطأنا لينا غلوة خاصة لما نجيله كده ورحت الخرنوب فينا والقزرة فينا ياخدنا في حضنه ويقول لبسوه الحلة الاولى حطوا الحزاء في رجليه والخاتم في ايديه ابني كان ميتا في عاش وكان ضلا فوجد قوس قوسة حول العرش في المنظر شبه الزمرد لون الزمرد اخضر واللون الاخضر رمز الحياة وكأن ربنا بيقول انا جاي علشان ادي للوحشين للخطيين حياة ابدية اللي يعتش ييجي واللي يريد يأخذ ماه حياة مجاني بلا فضة وبلا ذهب نشتريك نمتلك الحياة الابدية لان من له الابن له الحياة ومن ليس له الابن ليس له حياة بل يمكس عليه غضب الله شفنا الله اولا جالس يعني مستقر اول صفة فيه نمرة اتنين يشب يعني كله نقاء نمرة ثلاثة عقيق يعني صاحب الفداء نمرة اربعة قص قزح ما بينساش وعوده اول مساق عمله وجابه في اخر سفر الرؤية نمرة خمسة القص نفسه ليه حاجة هو سبع الوان لكن فيه لون طاغي على السبعة ايه هو لون الزمرد اللون الاخضر يعني رمز الحياة يعني هديكم نصر في بالحياة الابدية اشتركوا في القناة